القرار اللي اتخذته اللجنة المركزية بحقي أو بالأصح القرار اللي اتخذته جهة المتنفذة في اللجنة المركزية بتاريخ تمانية ثلاثة حقيقة هو يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركة فتح لا كان في نظام داخلي ولا كان في منطق سياسي ولا كان في تاريخ ولا كان في احترام للتقاليد المتعارف عليها في هذه الحركة على كل حال أنا من جانبي سأبقى فتحاويا حتى العظم وما حدث لن يغير في هذه الحقيقة على الإطلاق وأنا بطبيعة الحال أيضا سأبقى حريصا على مصالح الحركة ولكن قبل ذلك على مصالح الوطن لأن الوطن هو الاساس والحركة موجودة عشان الوطن وأنا أيضا أتطلع للمستقبل حين يصبح ممكنا إعادة النظر في كل هذه الأمور بما في ذلك هذا القرار وغيره من القرارات الأخرى التي يجب أن تتغير شكرا شكرا شكرا